وبشكر بشكر برضو رئيس نادي الزمالك المشاريع المرتضى منصور انه وصلنا لهذه الدرجة يعني هو حتى في بداية الاحتفال بتاعه في بداية كلمته قال رموز نادي الزمالك تطلع جنبنا يراك في الحركة دي باعيان كنت بقول انك ممكن يقول كلمته وفلاصه يوعد لكن حرصه انه هو دايما يكرم رموز نادي الزمالك اللي موجودين في الحفلة ويكرم الزمالك عموما رموزه الكثير اللي مجاتش اكيد وقال اسماء الكابتين حانف شحاتة وكابتين روض عفر وكابتين حانف البسطان وقال مين تينا طريحي كتير كتير سمي بوحمد رفعت وكابتين بورجيلا ايوه وكابتين بورجيلا قال وفي اسماء هو يمكن طبعا سبحان الله يعني بس الراجل يعني حدش كان قال لنا ان احنا نطلع على المحادش قال لنا ولا الهواء لسه انا ما جاليش دعا بس رحنا فكونوا انه هو بيتذكر وبعدين بيقول ان دول كانوا هم من اسباب ان النادي الزمالك اسمه ومش حاله الحاجات دي بتحسسنا برضو دائما بالفخر يعني فشيء مهم جدا ما كانش زي ما انت قلت كده كان ممكن ما يقولش بالزبط واخد بالك كلنا برضو هلبقى سعداء بما يحدث لنادي الزمالك بالزبط ولكن ان حد بيتذكرك بهذه القيمة شيء مهم جدا انا بشكره جدا وبشكر مجلس الادارة بشكر الشرك الرعية اللي يعني واضح ان هي طبعا ربنا رب يوفقهم كده وحاجة جميلة جدا 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 واليوم كان جميل جدا نتمنى ان شاء الله ان يكون هذا اليوم زي ما قال المستشار مرتضى انه هيبقى اضافة لانجازات نادي الزمالك ان شاء الله في القادم الشركة الرعية ديها كابتن احمد بالتأكيد طبعا مع الشركة المتحدة بالتأكيد هي اضافة نادي الزمالك في فترة صعبة جدا على كل زمالكاوي من تجميد الارصدة والضائقة المالية اللي كانت موجودة والراجل ده بقدر بفضل الله انه هو يخرج براه السندوق في القصة دي ويجيب رعاه لنادي الزمالك وفي نفس الوقت يعبر بالزمالك من الفترة الصعبة جدا جدا الى فترة افضل بكتير جدا هي يعني انا ببعتبر هاجه ورضو حاجة جديدة في مقازك كتير جدا جدا مرنا بيها بس المعظم ده كابتن احمد صعب اه صعب جدا اه يعني صعب جدا انت عندك الاف العمال والاف الموظفين طبعا ومدربين واجهزة فنية ومصريف هو هو مش مقدرين حجم المسؤولية محدش يدر اتعملها صح يعني محدش يدر اتحملها بس طبعا احنا برضو بمعاهدنا وتعودنا وعيشنا معاه ان المواضيع اللي بيقدر يقيه يقدر الحمد لله يتخطاها بفضل ربنا طبعا اولا واخيرا يعني هو دايما يقول لك ربنا هو اللي بيساعد وده شيء مهم جدا وبرضو في النهاية بصة طريق انت ممكن تكون بتعمل حاجة بتعمل مجد شخصي لك بس يبقى فيه حد مش حد حد يعني انا بكلم يعني فيه ناس كتير جدا هتستفيد من هذا يعني مفيش ما يمنع ان الناس طريق يحيق كويس بس اه المانع ان طريق يحيق هو كويس او هو بينجز ان بقى جنبه ناس كتير جدا بيبقى فيه سعادة السعادة دي حاجة مهمة جدا لما حد يكون سبب في سعاد البشر فانا بشكر المرطنة منصورة المرطنة منصورة على اللي بيعمله وان شاء الله هيعمله ودائما هو الدعم الاول لنادي الزمالك هو جمهوره واخيرا لك ازاي واحنا كارو يعني زي ما هو بيقول رموز نادي الزمالك احنا سعداء جدا بان الرموز فعلا نادي الزمالك اللي كانت موجودة في الحفلة واللي ما كانتش موجودة لهم تأثير فعلا في اسم نادي الزمالك باعتراف الرجل الاول في نادي الزمالك بالتأكيد طبعا وجود طبعا لفيف من الزمالكوية الكبارة كابتالي حم برضو حرصة منهم على مساعدة ومسندة الزمالك في هذا اليفنت الكبير ودعا مش دعوتهم يعني هو ما دعاش حد لكن ناس جت طبعا في بعض الرموز التانية ما حدش جيه مش عايزين نقول اسماء ولكن ليه ما جوش يعني انا ما دعيتش وانت ما دعيتش وناس كثيرة جدا يعني عايز اعرف برضو رأيك في ايه المشكلة لما كلنا نيجي النادي ونفرح استحنا طرق يعني يعني احنا ايه في النادي يعني مش بحبودي ببرى النادي طبعا انت برضو كنت ببرى النادي وكنت بتيجي لما كنت بتيجي في الامارات كنت بتيجي النادي وبتقعد واي فرح اي حاجة بتقعد منت عمرك قد طاعت ببرنادي لأ وهنا يعني ما علش فيه ناس ارتباطها بنادي الزمالك ممكن يبقى جديد قوى فيه ناس ارتباطهاو هم ز Hussein Cup فيه ناس ارتباطهم بنادي الزمالك فيه ناس ممكن يكون اقل شوية من الناس بس لا ما يمنعش ان هم ما ناس خدموا نادي الزمالك فطبعا كون ان فيه ناس ما جاتش الله اعلم بظروف الناس انا ما عرفش يعني انا قلت برضو لكن في كل الاحوال في كل الأحوال هو الراجل كان عامل دعوة عامة للناس كلها في ناس بتاخد الموضوع بحسسية وخبالها كذا نحن نعلم أن كل واحد مثل نادي الزمالك فهو ينتبه نادي الزمالك